عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي تابع خلاله عددا من ملفات العمل خلال الاجتماع استعرض رئيس التنفيذي للوكالة الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية والموقف التنفيذي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية وكذا ما يتعلق بتأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية وأشار صدقي إلى أن مصر فازت برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة وهو ما يعد إنجازا كبيرا حيث أنه أول مرة منذ تأسيس اللجنة في ديسمبر من عام 1959 أن تترأس أعمال اللجنة دولة أفريقية